بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تحية طيبة مباركة بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد الفطر الذي نسأل الله تعالى أن يرفع فيه إن شاء الله تعالى هذه الغمة ويكشف عن هذه الأمة هذا البلاء وهذا الوباء وأن يحفظ لنا بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين أيها الأحباب نتحدث اليوم عن موضوع صلاة العيد ونازلت كورونا لهذا العام الصلاة العيد كما تعلمون هي من السنن المؤكدة التي واضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول جمهور الفقهاء دون أخذ بأقولي الأحناف والأحنابلة في هذا الباب وهذه الصلاة كما تعلمون هي تتويج تتويج لعمل كبير هو الصيام والله تعالى جعل لكل عمل عظيم جائزة كبرى ولا بد أن يوفر فيها تلك الظروف التي تعطي قيمة تلك الجائزة فمثلا صلاة عيد الأضحى بعد الحج بعد عارفة بعد العشر من ذي الحجة يأتي العيد الأضحى ليتوج لنا هذا العمل الصالح كذلك عيد الفطري توج الله تعالى به مسيرة صيام أيام معدودات شهرا كامل صيام وقيام فلا بد أن يحتفل المسلم والإسلام دين فرح قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولهذا قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تكبير على نعمة الهداية وشكر على نعمة التوفيق فهذا يستحق أن نقف وقفة فرح وقفة احتفال وقفة عيد يسمى عيد الأضحى السنة فيه أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى كما تبت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كان يخرج في العيدين وكان يرفع صوته بالتهليل والتكبير ويأخذ طريق الحدادين حتى يصل إلى المصلى يعني الخلاء ولهذا هي صلاة من السنن المؤكدة قال أبو سعيد الخضر فيما أخرجه البخاري ومسلم في حديث خاتمته فلم يزل الناس على ذلك أي خروجهم إلى الصلاة ولهذا هذه الصلاة لا بد أن نتحدث عن نازلة كورونا لهذا العام هذا العام لن تؤدى في المصلى وستؤدى في البيوت ولكي أصحح خطأ وقع وسمعته انتشر في المواقع يقضى أو تقضى صلاة العيد هذا ليس قضاء وهذا أداء لأن القضاء يكون لشيء فات فات إذا أقيمت وفاتتني أنا أصلي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيب الحبان إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا إذن أي فوات هنا لصلاة العيد وإنما هو أداء فلا بد للمسلم اليوم أن يعرف أوجه أداء وليس قضاء صلاة العيد هذه الصلاة ستؤدى في البيوت ولا بد أن تؤدى على صفتها ركعتين جهرا كما سنبين في طريقتها بالجهر على خلاف من قال أنها لا تؤدى بصفتها ولا تقضى إذا فاتت وهذا يقول على أنها شرعت على وجه الإجتماع وبما أن الإجتماع يكون في المصلى ليس في البيوت إذن لا أداء لهذه الصلاة البخاري رحمة الله عليه بواب وقوى رأي الأداء حتى قال تقع أداء ممن فاتته مع الإمام في طيلة أيام العيد وأيام العيد ثلاث كما تعلمون أيام العيد ثلاث حتى يستوعب ديننا اختلاف المطالعي حيث أن هذا عيد اليوم غدا بعد غدا ثلاث أيام لا يمكن أن يخرج لاختلاف عن ثلاث ولهذا جعلت الصلاة العيد وقتها ممدد ليستوعب الأمة كلها الأمة الأصل فيها الإجتماع للتفرق الأمة إخوة الكرام الأصل فيها أن تتوحد على كلمة واحدة وأنس رضي الله عنه وأرضى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد بعمله حيث كان يدعو مولاه بن أبي عتبة بالزاوية والزاوية كانت أرض بالبصرة كانت بحل شفير ما عندنا في المغرب كان يقطن فيها فكان يجمع له مولاه بن أبي عتبة بالزاوية لهذه المنطقة فجمع أهله وبنيه وصلى كصالة أهل المصري وتكبيرهم بتكبيرات السبعة مع الستة أو السبعة مع الخمسة كما سنبين ولهذا آنس رضي الله عنه كان يؤدي الصلاة ولم يكن يقضيها بن قدام المقدسي استدل على ذلك بأن هذا قول إمامنا مالك والإمام الشافعي وغيره ممن يستأنس بقولهم الآن الشافعية تصلى بالخطبة خلافا للجمهور هذا قولهم إذن لمن لا يخلكم لا يستطيع يصليها بخطبة يصليها المهم هو الدعاء الذي يتوج لنا ذلك العمل الطويل الدؤوب من صيام وقيام ولهذا لا تقاسوا على الجمعة راه العيد ماشي وجمعة الله يخليكم الجمعة إلا ضعت مني تنصليها ربعة ماشي جوج أما العيد تؤدى إثنين كما بينا ذلك أما ابن مسعود الذي قال من فاتته العيد فليصلي أربعا فهذا حديث منقطع عند محقيق أهل العلمي ولهذا أقول لكم بعض السنان لا بد أن نحافظ على التكبير منذ آخر فطور عدنا فإلا كان العيد الغدة اليوم عن مغربي من شاء الله يبدأ التكبير في بيوتنا الآن حن الله تعالى على البيوت دينا دي المسلمين ليذكر فيها اسم الله ولتعلى كلمة الله تعالى من التكبير إلى وقت العيد وقت العيد بعد الشروق من الساعة تقريبا خذوا الحصة شوفوا توقيت الشروق زدوا على واحد الساعة وصلي مع وليدتك اغتسل البس أحسن البس أحسن ما عندك تطيب لا تصلي إلا بعد أن تأكل تمارات ويترا لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمارات كما في صاحب البخاري ويترا خمسة أو سبعة أو كذا تكبير صلاة العيد تؤدى أيها الأحباب الكرام اللي استطع يصليها كسبع تكبيرات الله أكبر سبعة ثم يصلي جهرا ركع اللولة ثم يقوم إلى الركعة الثانية يدير ستة ركعات أو ستة تكبيرات على قولنا الجاري عندنا بالعمل في المغرب أو خمسة عند غيرنا فإذا سلم يقوم اقرأ آية أو لحديث ويتوجه إلى الله بالدعاء هذه الصلاة فلا بد أن تصلى لا بد من استحاب إلا المرأة الحائد لا تصلي تحضر كل شيء إلا الصلاة وبعد ذلك ينطلق الإنسان إلى التهنئة وإلى الدعاء والتهنئة إخوتي الكرام هو فرح بهذا العيد وفرح أيها الحباب الكرام بمن الله تعالى علينا فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعجل لنا برفع هذا البلاء وأن تعود الأمة إلى حالها على أحسن ما كانت عليه منذ قبل فلعل إن شاء الله هذه المحنة تكون حاملة في طياتها منحا لنا فاللهم لك الحمد والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر